السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل متابعينا يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة في فيديو النهاردة هنشوف أول ظهور لسيف حلاوة نجل الفنانة ياسمين عبدالعزيز وظهور نادر جدا له مع والدته ياسمين عبدالعزيز في منزلها وكمان هنشوف لأول مرة ظهور ابنتها ياسمين ما شاء الله عليهم غاية في الجمال زي والدتهم بالظبط هنشوف كل ده وأكتر في الفيديو ده بس قبل ما نكمل الفيديو ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة ضروري جدا علشان كل الجديد يوصل لنا طول الوقت بتحرس النجمة ياسمين عبدالعزيز على عدم ظهور نجليها من زوجها الأول رجل الأعمال محمد حلاوة وابقاء حياتها الخاصة بعيدة تماما عن الإعلام لكن مؤخرا وبعد تصدرها الترند أكتر من مرة انتشرت بعض اللقطات لها مع ابنها الأصغر سيف الدين حيث تداول مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لقطات جمعت ياسمين عبدالعزيز بابنها سيف داخل منزلها فأول سور واضحة له ظهرت في إحدهما وهي تحتضنه ولكن حرصت النجمة ياسمين عبدالعزيز على إخفاء وجهه فيما كان واضحا في تلك الصورة عمره هذا ويعد أول ظهور لسيف حلاوة نجل الفنانة ياسمين عبدالعزيز سيف حلاوة هو نجل رجل الأعمال محمد حلاوة وياسمين عبدالعزيز حيث تزوجوا عام 2001 وانفصلوا عام 2018 أي ظلوا سويا ما يقرب من 17 سنة ليتزوج كل منهما بشخص آخر فتزوج رجل الأعمال محمد حلاوة من الفنانة ريهام حجاج وتزوجت الفنانة ياسمين عبدالعزيز من الفنان أحمد العوضي سيف الدين حلاوة لا يزال صغيرا جدا حيث أنه يبلغ من العمر 12 عام أي أنه من موليد 2012 ولا يزال في المرحلة الابتدائية وشغيقته الكبرى بتبلغ من العمر 20 سنة وتسمى ياسمين على اسم والدتها وأنجبت ياسمين عبدالعزيز بعد عام واحد من زواجها الأول ولم تنشر الفنانة ياسمين عبدالعزيز صور كثيرة لأولدها هذا وقد تصدر السنائي ياسمين عبدالعزيز وإحمد العوضي قائمة الترند بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة السابقة لأكثر من مرة وخلال أحد البرامج ذكرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز أن لديها اتنين من الأبناء ياسمين وسيف حلوة والفنانة ياسمين عبدالعزيز بتحضر الآن لمسلسل جديد مع زوجها الفنان أحمد العوضي سيتم عرضه في رمضان القادم والمسلسل اسمه ضرب نار خالص أمنياتنا للفنانة الكبيرة ياسمين عبدالعزيز بمزيد من التقلق والنجاح والسعادة بكده يكون فيديو النهاردة خلص ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة